أفكارنا أحيانا تتلوز أفكار وحشة أو يعني شهوات العالمية والأفكار الهيلولية اللي هي ملهاش أي معنى ييجب في مخلط كده فكرة ملهاش أي معنى خالص وحين تبقى فكرة رضيئة وحين يبقى خاطر وحش الصلاة تصنع نوع من التطهير نوع من التنقية نوع منها تخلي الحياة دايما مستمرة حلوة ده أنت لما بتسيب حاجة في البيت ثلاث أربع تيام تلاقي بتدى يجع عليها تراب ما بالك النفس التي لا تصلي يكون شكلها إيه والتراب اللي عليها يكون شكله إيه والفساد اللي يبتدي يدخل فيها والفطور والجفاف عايز أقول لك أن صلاة المزامير هي الفرصة الجميلة أنكم تشاركوا يا بعض بابا وماما وابني وأخويا وأختي والصغيرين والكبار والولاد والبناتنا نصلي وبعض كل واحد وهي يلقك بيه ونقف نصلي وهو عتقول لي إحنا بنخجل من بعض ده إحنا جوة بيت واحد ده إحنا جوة دائرة واحدة دائرة الأسرة ارفع قلبك وصلي والصغير يصلي والكبير يصلي والولد يصلي البنت تصلي جوه البيت جوه البيت وتكون الحكاية دي انها نوع من المشاركة مش بنتشارك في الاكل مش بنتشارك في الموضوعات مش بنتشارك في المشكلات مش بنتشارك في الاخبار الحلوة تمنى تشارك في الصلاة بحيث الروح الصلاة تبقى الروح الغالبة علينا جوه البيت وقد ديس باري إسحاق له عبارة لطيفة قوي يقول لك جاهد أن تدخل حجرتك الداخلية وسوف ترى حجرة السماء أشرح جاهد أن تدخل حجرتك الداخلية اللي هو قلب الإنسان قلب الإنسان هو الحجرة الداخلية مش الحجرة اللي بتطوب لأ حاول تدخل قلبك أحيان الإنسان يبقى بعيد عن قلبه تصور يبقى الإنسان ما بيدخلش قلبه يقول لنا كده في اليوم حد الرفاع في الصوم الكبير يقول لنا أدخل قلبك أدخل مخدعك واغلق بابك المخدع هنا هو القلب مش الكيان المادي اللي قدامنا القوضة ولا المكان أو الركن اللي أنا بقى فيه لا أدخل قلبك أدخل قلب أصل الإنسان في الحياة كانه بره قلبه هنا بيقول له أدخل حجرتك الداخلية قلبك حينئذن سوف ترى حجرة السماء أي الملكوت هتشوف السماء هتشوف حلاوة السماء هتتمتع بالسماء وكل ما تصلي كل ما ترتفع وتصير الأرض قدامك صغيرة فكرك يبقى سماوي تموحاتك تبقى سماوية حتى وأنت بتربي ولادك بتربيهم بطريقة السماء عشان يبقى لهم مكان في السماء